يأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان وميليشيا الحوثي تمارس جرائمها بعنجهية ضد الإنسان بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء ارتكب الحوثيون جرائم كثيرة بحق أبناء نهم سواء الساكنين في المناطق الخاضعة لهم أو النازحين إلى مناطق سيطرة قوات شرعية تمثلت الانتهاكات بالقتل المباشر والذي بلغ عدد ضحاياه تسعة مواطنين أو الدهس بالسيارات والذي بلغ عدد ضحاياه أيضا اثني عشر مواطنا إلى الآن أو التعذيب في السجون بعد الاعتقال حتى الموت حيث توزعت تهم الضحايا بين التواصل مع قوات شرعية أو رفض أوامر إخلاء المنازل لتتمركز فيها أفراد الميليشيا أو رفض القتال في صفوفها ومن الجرائم أيضا تفجير بيوت المواطنين حيث بلغ عدد المنازل التي فجرت الميليشيا الحوثية قرابة ثمانية عشر منزلة ناهيك عن المرافق الحكومية والمستشفيات التي سوتها الميليشيا بالأرض كمستوصف ومدرسة وادي بران كان آخر جرم ارتكبه الحوثيون هو تفجير منزلي مواطنين مع بداية مشاورات السويد التي سعت إليها الميليشيا ولم تنفض غبار جرائمها بعد مخيمات النزوح شهدت قصفا عنيفا شنته الميليشيا الحوثية قتل فيها ستة مواطنين من الأطفال والنساء والشيوخ وجرح تسعة آخرين فيما غدرت ألغام الحوثيين بعشرات الأطفال والنساء والتي بلغ عدد المزروعة منها خمسين ألف لغم حسب مصاطر محلية فتكت بعشرات الأطفال والنساء فقد البعض منهم حياته والبعض الآخر فقد جزءا من جسده ولا يزال التهديد يتزايد كلما حرر الجيش الوطني منطقة يئس الحوثيون منها وزرعوا الموت في القرية التي تليها جرائم الحوثيين بحق أبنائهم تفرض على فريق الحكومة في مشاورات السويد الالتفات إلى نهم وما يدور فيها من فضائع بحق الإنسان المغلوب على أمره وما يتمناه أبناء نهم اللحظة هو الضغط على الميليشيا لإيقاف جرائمها المتواصلة وتقديم خرائط الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون في المناطق الآهلة بالسكان والعمل على نزعها حتى يتسنى للمواطنين العودة إلى منازلهم إن كتب لمشاورات السويد النجاح ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر